نتفق مع كلام دكتور أحمد صادعيات فيما يخص الذهاب إلى حرب مفتوحة رح تجبر إسرائيل إيران إلى أنه تكون هناك حرب مفتوحة لا سامح الله مستقبلا من خلال كل هذا التصعيد منذ عمليات 7 أكتوبر الجميع كان يجزم بأن الصفحة الثانية بعد القضاء على حماس ستكون حزب الله هذا ليس لحاجة ضرورية لنتنيوها حتى الانتخابات أو استبرار الحكومة كما يدعي البعض هذه خطط لهم أيضا حتى الوصول حتى الوضع المخربط الآن الموجود بالعراق وساكتعنا الأمريكان هي حتى نوصل إلى مرحلة السيطرة الإسرائيلية وقبول الجميع بالتطبيع أنا أتوقع وقالوها كثيرا الجبهة الشمالية الآن بعد تدمير أكثر من 90 إلى 95% من حماس وغزة وإبعادها ستكون على الجبهة الشمالية لإسرائيل أي الضاحية الجنوبية وحزب الله حزب الله يتمانك أعصابه المحور مقابلا يسمح بهذا المخطط أن يمضي نعم المحور ما رح يسمح بهذا المخطط المحور أيضا هم يبتعدون عن الحرب بكل الأشكال 400 تقريبا و16 قيادي من حزب الله على مدار السنة تم قتلهم تدمير كثير من المقرات تدمير كثير من المخازن والاعتدى والصواريخ لكنهم يحتفظون بحق الرد ومن ثم يكتفون برمي هنا وهناك بأحسن الأحوال قتلت إسرائيلي ولم تجرح أحد هذا إيران وكل الأذرع الهب في المنطقة هم يتجنبون الآن توسيع دائرة القتال أو الحرب يعني تتفق بأنه لن يكون هناك حرب مفتوحة في قادم الأيام في قادم الأيام لا حتى منذ ذكرنا وقلنا وقال أستاذ حيدار قال بأنه ما يكون مراحل سير حربة جميع أعلى حزب الله قدم عرض يعني إثمانية كيلو يعود عن الحدود لكن إسرائيل رفضت قالت يجب أن يكونون خلف الليطاني كما ذكرنا هذا العمق الاستراتيجي والجغرافي إسرائيل تسعى على وأيضا ليس هذا قالوا بعد أن ينسحب نريد الجيش اللبناني لكن استهداف اليوم طال السفير الإيراني في لبنان نعم وهذا استهداف بشكل أو بآخر للحكومة الإيرانية أستاذ علي أريد أذكر لك نقطة أنت ذكرتها مع أستاذ حيدار الهاتف الذي كان استعمله الرئيس هنية أي هو هاتف ثرية محصن شركة ثرية شركة شويسرية نعم لكن بسيطرة أمريكية تعطي لكل دولة من الدول هواتف للرؤساء والمهمين فيها هواتف محصنة لا يمكن اختراقها بزيلا لكن إسرائيل نجحت في الاختراق ودمرت الجهاز وهذا باعتراف نجل هنية المدعو عبد السلام قال تم قصف فالدي على جهاز الهاتف الذي كان قريبا من رأسه حتى وصف عملية الاختيال كانت موجهة إلى الرئيس والجزء الأعلى من الجزء